موسيقى أهلا بكم لماذا لم تتوسع البنوك الإسلامية بالشكل الذي يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ما هي العرقيلة التي تواجه المصارف الإسلامية لفرض وجودها في السوق المالية الوطنية؟ هل البنوك الإسلامية أحل بديل لامتصاص الكتلة المالية بالسوق الموازية؟ أين الجزائر من التحولات التي سارعت إليها الدول الغربية قبل الإسلامية في تبني هذه المنظومة؟ هذه الأسئلة وأخرى نتناولها بالتحليل والنقاش مع ضيفي حلقة اليوم من مدار الاقتصاد الأستاذ عبد الرحمن بن خالف وزير مالية أسبق وخبير اقتصادي أهلا وسهلا بك مساء الخير أهلا بكم ومعنا أيضا السيد سوفيان جبايلي ممثل عن مصرف السلام أحد البنوك الإسلامية ناشطة بالجزائر أهلا وسهلا بك أهلا بكما إذن قبل النقاش نتابع تقرير وسيم عالم يبرز فيه واقع البنوك الإسلامية في الجزائر 2% فقط هي حسة المصارف الإسلامية لدى البنوك المعتمدة بنوك لا تزال تواجه تحديات تقف في وجه تعميم خدماتها في السوق الجزائرية تأخر يرجعه خبراء الاقتصاديون لغياب الإرادة لتفعيل هذا النمط من التعاملة المالية الذي أثبت نجاعة في دول الخليج وبريطانيا وإنبادرت الحكومة بفتح شبابيك للمؤسسات الإسلامية في البنوك التقليدية قبل نهاية عام 2017 غير أنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد وضع يعكسه ضعف اعتماد البنوك العمومية التي تسيطر على 70% من السوق المالية على الصيرفة الإسلامية هذا التوجه تكرسه تعليمة للبنك الجزائر المركزي الرامية لتجميد المتجات المالية والخدمات المصرفية الإسلامية خطوة أرجعها البنك لغياب نص قانوني يؤثر هذه الخدمات منتدى رؤساء المؤسسات يدخل على خط الاهتمام بالمصارف الإسلامية ففي ندوة حول الخدمات المالية الإسلامية طرح رجل الأعمال سبول إطلاق هذه المنظومة مطالبين الحكومة بالإسرع للترخيص لها لاستقطاب كتلة نقذية تقارب 5000 مليار دينار جزائري مخزنة لدى المتعاملين الاقتصاديين والعائلات وامتصاص زهاء 3000 مليار دينار جزائري متداولة في السوق الموازية حسب التقديرات لبنك الجزائر المركزي وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإصلاح المنظومة المالية وعصرانة آليات عمل البنوك لمرافقة المشاريع الاستثمارية بهدف استقطاب رؤوس الأموال وضخها في السوق المالية تبرز ضرورة تجاوز اختلاف وجهات النظر حول كيفية استغلال السيرفة الإسلامية وقيمتها المضافة في النظام البنكي الجزائري أهلا بكم من جديد أبدأ معكم أستاذ بن خالفة على ضوء المعطيات التي وردت فيها التقرير ما وضعية البنوك الإسلامية اليوم في الجزائر؟ شكرا على الدعوة الخريمة ولو أنه لبدأنا ندرس هذه القضية بصفة موضوعية ما ينقص الجزائر موش السيرفة الإسلامية فقط ما ينقص الجزائر الحترام هي التغطية المصرفية بصفة العامة حتى الآن تغطيتنا المصرفية تعاملنا مع المصارف بجميع روافدها ما زالنا نقص ما وبالتالي الإشكال الأساسي في الجزائر والتحدي هو توسيع رقعة مصرفية الاقتصاد البنكاريزاسيو واحتواء المالي بجميع طرقه وبالتالي فلان تطرح الأشياء ببديل لكذا مكمل لكذا كما كان الحال بالنسبة للصيرفة العادية ثم دخل الليزينج ثم دخلت الأدوات كذلك الصيرفة التشاركية الصيرفة الإسلامية هذه الصيرفة المرتبطة بمبادئ الشريعة الإسلامية لها سوق وبالتالي الآن هي لبدأ أنها تكمل لكن في الجزائر الإشكالية هي كيف يمكن توسيع رقعة مصرفية الاقتصاد وصلت الفكرة نعم وصلت الفكرة لكننا تحدثنا هنا عن الصيرفة الإسلامية نعم واقع الصيرفة الإسلامية اليوم في الجزائر أو البنوك الإسلامية بصفة عنا والله فعلا المنتجات الموجودة لا زالت بالنسبة للسوق كما هو 2-3-4% ما زالت محدوداً وعن ما نعم لماذا؟ لأن القطاع الكبير اللي هو البنوك ذات الشبكة الواسعة لم تدخل هذا في مدونتها ولكن الآن تتسارع الأشياء الحكومة أبدت رأيها النهائي البنك المركزي هو في هذه الأيام يدرس قانون مكمل يسمونه الرجلومة ليس قانون وثيقة تنظيمية وبالتالي السوق رأي تحذر نفسها على أساس هذا الدخول أو فتح هذه النوافذ لكن مرة ثانية حزمة الإجراءات حزمة المدونات البنوك بجميع هياكلها هي التي لا بد أنها تدخل أو تزيد تحدث سوقها ونحن أمام هذه المسألة الآن أن الجزائر تطورت فلاحياً صناعياً في الخدمات ولكن السوق المالي المصرفي ما زالت نوعاً ما فيه تأخر نعم وصلت الفكرة سيد سوفيان ما رأيكم في أو كيف تقيمون واقع الصيرف الإسلامية وأنتم تمثلون مؤسسة تبنت هذه المنظومة منذ حوالي عشر سنوات نعم الحقيقة تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر لازالت حديثة نتكلم على بنك البركة في الـ 91 ثم مصرف السلام بداية من 2008 يعني تجربة حديثة ما نقدرش في وسط يعني في وسط مصرفي وبنكي تقليدي اللي عنده أكثر من أربعين سنة 27 سنة 27 سنة 27 سنة نقدر أن نقوم كل قولنا لها ليست حديثة نعم لكن بنك بنك واحد فقط ضمن منظومة يعني مكونة من بنوك حكومية لعندها لعندها أكثر من تقريبا نسب قرن من التواجد في السوق يعني تجربة حديثة يعني ما نقدرش نربط عليها يعني تقدم وتطور سيرفة الإسلامية بالجزائر لكن رغم هذا يعني طيب تقييم بسيط لتجربتكم الخاصة لا أولا في الحقيقة هي الآن تجربة رغم أنه المصرف السلام وبنك البركة يعني من مثلوش نسبة كبيرة في السوق في السوق المصرفي نعم إلا أن خليني نقول أنه المجتمع الجزائري نحن نسجل إقبال كبير على خدمات المصرف نحاول أنه نتوزع كما قال السيد الوزير شبكة الفروع ما زالت يعني ضائفة محدودة ونخليني نشنغطي كامل نحن اليوم عندنا ناس هم يجيون من طمراس يجوا حتى الجزائر العاصمال لأنه غير متواجدين طيب سنعود إلى هذه نقطة بالذات أستاذ من خلفة قربة 27 سنة منذ دخول هذا النظام إلى الجزائر لكن أشرتم إلى أنها لا تزال بعيدة لماذا؟ لا تزال بعيدة بالنسبة لهيكلة الساحة المالية الجزائرية وكذلك لظروف مضوعية لماذا؟ لا نترح الآن لماذا؟ لأنه حتى القطاع المالي ونصرفي في حد ذاته فيه ترى سرعة تحديثه لم تكن بسرعة تحديث الأشياء الأخرى الآن نحن في هذه السنوات في هذه الأشهر في هذه الأيام نحن الآن قابلي يعني نحن غدا تحول جدري لأنه كل بنوك مطلوبة الآن أنها تواجه الجمهور بما يحتاجه الجمهور لا بما تعرضه نحن في هذه المرحلة القادمة سيكون للزبون في اقتصاد مفتوح الزبون سيلوروع هو الأهم وبالتالي أنا من دعاتهم يقولون أنه لا بدأ أن نسرع في مدونة المنتجات الإسلامية المنتجات التشاركية المنتجات التي خارجها عن القطاع الكلاسيكي بجميع البنوك المتواجدة ولكن كذلك النوافذ ما يسمى بالنوافذ الإسلامية أو النوافذ التشاركية التي تدخل في القطاع العام القطاع العام له مسؤولية تاريخية لماذا؟ لأنه عنده 80 إلى 85 87 نعم وبالتالي فعلا لعب دورا كبير في تنمية البلاد في تطوير البلاد لو لا القطاع الخاص لما كنا متواجدين في هذا المستوى من تنمية لكن الآن له مسؤولية أنه ينفتح وبالتالي لكن أنا لست تماما مع الحل الوحيد الحز ما هي الحل نعم كثير من الناس يظنون أنه صيرفة الإسلامية ستحل محل صيرفة الإسلامية سنعود للحديث عن الحلول نعم وبالتالي لا من منعقدش أنفسنا هل وصلت هل متصل في كثير من اقتصاديات بما فيها جيراننا لم تتطور لأغراض مختلفة نعم وفيه بلدان تطورت ولكن تراجعت وفيه المهم هو أنه صيرف بجميع روافدها لابد أنها تطور والرافد الإسلامي والتشاركي له وزن في السوق أكثر بغير سأعود إليك سيد سوفيان أشار الأستاذ بن خالفة وكما هو معلوم أن نسبة البنوك الإسلامية تشكل 2% من السوق المصرفية في الجزائر هل حقيقة فشلت البنوك الإسلامية في الوصول ربما إلى أهدافها المسطرة خليدا ما نقول فشل ليس فشل لكن نحن في بداية الطريق تجربة تصيرفة الإسلامية حتى في العالم هي حديثة في الـ 75 بنك دبيت إسلامي أول بنك إسلامي هذا العمر في الاقتصاد هو حديث لا نقول لم تفشل تجربة البنو خاصة في الجزائر بطبيعة المجتمع الجزائري يطلب هذه المنتجات يطلب هذه الخدمات لكن فيه تصريح من طرف محافظة بنك الجزائر يقول العكس هو وصف بالحرف الواحد أن البنوك الإسلامية في الجزائر ضعيفة لا حقيقة هي ضعيفة ضعيفة من ناحية التواجد شبكة الفروع ضعيفة كذلك من ناحية رسمالة البنوك مقارنة بالبنوك الحكومية التي عندها رسمال كبير وبالتالي قدرة تعتمويل مشاريع كبيرة ومهيكلة أكثر من البنوك الخاصة من هذا الناحية صحيح ضعيفة لكن من ناحية ثانية فيه نوعية الخدمات المقدمة فيه الاستثمارات الحالية التي تقوم بها البنوك يعني من أجل فتح فروع والتواجد عبر مختلف أنحاء الوطن كل هذه خلينا نقوله أننا نخذه في تجربة ونحاول نطور جميل طيب أستاذ من خالفة هو سوق واحد لا بد أننا نعترف به كما كان السوق تعليزينغ لسمى الإجار المالي إجار المالي بدأناه متأخرا لكن الآن هو سوق واحد لكن لا بد أن نعرف أنه كذلك للمستهلكين ولرؤساء المؤسسات لهم دور كذلك لأنه البنك واحده لا يتحرك إذا الدخرات متجيش إذا المعاملات المصرفية متجيش طيب ننتقل إلى هذا النقطة هذه هي العملية أنه البنك يعيش يغذي ويتغذى بمحيطه فنحن الاقتصاد كله هذا اقتصاد الخدماتي واقتصاد اللي فيه الأموال تمر بالبنوك لا بد أنه يعني يتقدموا بالزبول وبالبنك فيه بعض المشاكل أو النقائس وهي غياب ربما أن المنظومة المصرفية واحدة لا تميز بين المعاملات البنكية من حيث التكييف أو التأثير القانوني ربما لا يطرح هذا إشكال لدى زبائن لا فعلا حتى السيد محافظ بنك الجزائر يقول أنه فيه تنظيم سيصدر في الأيام المقبلة يعني إلى ميناج ليس يزيد يجعل من الأشياء التي تحكم البنك الإسلامي تحكم وقع واحد خاصة لأنه فعلا هو نوع من الاهتكار المالي ستونينوفاسون فنانسياء وبالتالي لا بد من إعادة نظر فيه أشياء قانونية حتى من ناحية الضريبية يمكن فيه إعادة نظر حتى من ناحية المحاسبية لكن لا نقول كما قال أمس كما يقال أنه لابدأ أن يكون رافدا نستقلا تماما فنفس القواعد الأساسية لكن تتفرع تطبق جزء منها على البنك الكلاسيكي وجزء منها على البنك الإسلامي هذا الآن في طريق التكامل إن صح القول ونبدأ في نفس الوقت أن الهندسة هندسة المنتوجات لابدأ أنها تبدأ بسرعة عند البنوك لأنه ليس قضية فقط تأطير إن كونسيبسيون إن إنجينيري فنانسية جديدة وهي صعبة حتى في البلدان أنه في نفس الوقت وفي نفس البنوك المنتوجات الكلاسيكية والمنتوجات الإسلامية لأنها مختلفة في هندستها فهذا هي تطلب إعادة نظر في السيستام في المعاملة مع الزبائن في القوانين التي تحكم العلاقة في الكونفنسيون تكريدي هذه حركية لابدأ أنها تستمر وللبنوك الإسلامية عندهم تجربة فيه ممثل نعم في رأيك ما رأيك على ما قاله فيما قاله ولو سيد بن خلفة يعني في غياب تأطير القانوني كيف تمكنتم من النشاط في ظل ربما غياب تأطير قانوني هذا ممنعش في الحقيقة هذا كان ممنعش يعني البنوك الإسلامية المتواجدة أنه تشتغل يعني بصفة عادية لكن رغم غياب قوانين نحن تأطير القانوني نتكلمش فقط على قانون القرد والنقد نزيد بنت فيه نقوله التمويل التشاركي أو خلينا نسميه كما نحب يعني معطرف به لكن في الأمور التطبيقية يعني في الميدان ننتظر أنه يكون فيه تعديلات في القانون التجاري مثلا في القانون الضريبي في القانون المحاسبي حتى في لأنه نحن نتكلم على عاملات شراء وبيع في البنك الإسلامي ما نتكلمش على قروض يعني ممنوحة نتكلم على على تأجير سكن تأجير معدات يعني هذا هو الفارق الأساسي اللي يكون معال طيب هنا غياب تأطير القانوني ألي يؤثر على على البنك الإسلامي؟ أثر نوعا ما لكن قلت لك أنا يعني نحن ننشط في هذا المجال رغم غياب هذا تأطير القانوني نحن نحاول أنه السياغ يعني الداخلية المعمول بها داخل البنك يكون موافقة لإحكام الشراء الإسلامي هذا هو الأصل في المعاملات نعم يبقى طبعا يبقى التأطير القانوني لو حب ذا لو يعني لازم تكون فيه مراجعة مثل ما تم قيام به في فرنسا أو في إنجليترا نعم وين فيه قانون تم وضعه وضعاته السلوطات المالية هناك لتأطير هذا النشط أشرتم إلا أنكم تطالبون بتعديل وربما هذا التوجه أو المطلب الذي جاء به أيضا خبراء اقتصاديون طالبوا بقانون خاص بالبنوك الإسلامية أو تعديل القانون الحالي وإدراج مواد مرينة هنا أستاذ بن خلفة وبما أنكم كنتم وزير كنت في سلطة النقد حتى والقرض نعم في 12 سنة كنت في سلطة النقد والقرض هي التي تشريع في الجانب شميل يعني عندك هنا طيب لماذا هذا التأخر أستاذ بن خلفة والله تقدمت الأشياء بتقديم السوق مرة ثانية نعم الآن مرة ثانية المركز يقول أنه يحضر لقانون مكمل لكن موش قناتين لا تلتقيان نعم فيه بلدان عندها تجربة أنه قانون يمسل الصيرفة الإسلامية وقانون يمسل الصيرفة نحن مناسب المدرسة هذه فيه تعديلات حدثت في تونس والمغرب وفي بعض البلدان الأخرى لكن أنه لترونكوما الجذع المشترك بناتهم الآن بدأت الحركية لكن هذا لا يعني أنا منيش من دعاة من يقوله من ينتظر من أنه الهندسة الداخلية وابتالي بنك السلاب بنك البركة وفيه حتى بنوك أخرى بدأت بربعية كبيرة في نفس الوقت لا بد أن الحركة تمشي في البنوك المتواجدة وفي البنوك الجديدة في انتظار وبالتوازي مع ما سيصدره في قطاع في الناحية القانونية والضريبية وحتى المحاسبية هل يمكن أن يحدث هذا في الجزائر؟ هل يمكن أن يحدث تعديل؟ البنك السلام وبنك البركة تحركوا بحركة وغذوا وتغذت منهم وهم الآن في الساحة من بين البنوك الناشطة لأنه أنا دائما أتكلم على تقدم الحركية المصرفية في حد ذاتها أكثر من حركية هذه والآن ولكن البنوك الإسلامية عملت عملا كبير هل ننتظر أن يأتي القانون الجديد أو كذا؟ لا الهندسة الحالية التي مكنت السلام ومكنت البركة أنها توسع السوق هي التي تمكن غدا البيانة بنوك أخرى فهذا الأشياء التي تجعل الواحد ينتظر الآخر هي التي خلت كثير من الأشياء في بوطن مرة ثانية بالنسبة للجمهور كذلك يفهم أنه قبل أن تكون إسلامية فهي مصرفية هي هنا اليوم نحن نتحدث عن البنوك الإسلامية بصفة خاصة نبقى دائما معك أستاذ بن خلف في الجزائر ربما شيء الجديد هو فتح شبابيك تقدم خدمات إسلامية داخل البنوك العمومية بحسب تعليمة محافظ بنك الجزائر لكن البنك المركزي جمد العملية وقال المسؤولون بأنه ليس تراجع وإنما لتهيئة ظروف لنجاح العملية أكثر هل فيه تحفظ أم حقيقة البنوك غير جاهزة؟ لا والله المحافظ كنا في لقاء كبير من السنبوزيوم وترأست أنا والمحافظ أتى وقال أنه هذا ليس تجميد بل هو ترتيب لقانون يؤطر هذه المساعي وفعلا فيه مدونات كبيرة وصلت إلى البنك المركزي ليس تجميد هذا لا أقوله أنا تأخر ربما في إطلاق العملية في تأطير عام يمكن للبنك المركزي أنه يفتح القنوات ولكن عندما تفتح القنوات لابدأ أن الشبابيك تفتحه للجمهور هذا وقت يمكن استدراكه فيما مضى وليس هناك طيب جميل وصلت الفكرة أستاذ جبيلي هل المنتجات البنكية الإسلامية المعروضة حاليا في السوق المالية تتوافق مع الذهنية الجزائرية؟ طبعا لو لذلك يلا ما سجلنا كل هذا الطلب والإقبال على البنوك في الحقيقة هي المنتجات الإسلامية هي بسيطة في تشكيلتها في هندستها نتكلم على عمليات شراء وبيع غالب الجمهور يفهم هذه العمليات نتكلم على تأجير شراء وتأجير تأجير مع التمليك في النهاية يعني كل عمليات المواطنين يقوم بتداولها خارجه طيب ما هي الضمانات التي تقدمها البنك الإسلامية للجزائر أو البنك بالجزائر؟ للزبائن عفوا التمويلات؟ نعم الضمانات التي يقدمها البنك الإسلامي للزبون لا نتكلم على الضمانات نتكلم على تمويلات الضمانات أو امتيازات؟ نعم امتيازات نحاول نسهل على المتعاملين أفراد أو مؤسسات نحاول نسهل عليهم كل نحن فيه كثير من المواطنين حتى من أصحاب الشركات الكبرى معني ما تطوروش شركاتهم لماذا؟ لأنهم كانوا رافعين يروحوا البنوك التقليدية رافعين يتعاملوا بدأر هذا الربا يعني بقى الشركة تاعه بسيطة ورغم أن الإمكانيات التطوير تحاكة كبيرة يعني في هذا الحال حسب ما فهمت هل تعاملات المقبلين على القروض هم زبائن أكثر من شركات؟ نقول لدينا خمسين خمسين في المئة يعني المحفظة اليوم تعلق المصرف مكونة خمسين في المئة أفراد نعم وخمسين في المئة الشركات نعم ويعني حتى طبيعة التمويل الإسلامي في أصله هو يميل أكثر للأفراد لأنه يعني المواطن البسيط الفرد هو اللي يحوس دايما يشوف المعاملة لكن يعني مدير الشركة ولا رئيس الشركة ما وش وحده عنده عنده عائلات عنده عمال عنده يعني قبل ما يحوس يعني كذلك يحوس على على مصلحة شركته يعني لازم يمشي للأمور وبالتالي عندنا يقبال كبير يعني على المواطنين خاصة كنت حاب نرجع فقط للسؤال من قبل أريد أن نقول أنه ثنيف يعني يعني شجاعة وإرادة يعني لازم سلطة الحكومية تكون نتحلوا بالشجاعة يعني في اتخاذ في اتخاذ هذه القرارات هذا يعني مرفوض اليوم المغرب يعني اللي بدأوا عندهم تجربة عندهم عندهم سنتين اليوم رامي يتكلمه يقول وإحنا الرواد صيرفة الإسلامية في المغرب العربي ربما فيها عائلات نعم كيف هذا وإحنا يعني أصلا صيرفة الإسلامية خلقت في الجزائر في 1929 تجربة أبو اليقضان كان هو يعني كان صاحب الفكرة نعم يعني اليوم لازم نأخذو نحن نأخذو نحن نلاحظ أنه فيه نوع من التناقض يعني تقول أنه تجربة حديثة ولكن في نفس الوقت تقول أنه فيه بلدان أخرى سبيقة الجزائر في رغم تبنيها للتجربة أخرى نعم لكن لازم نتعدى وهذه الخطوة هذه نبقى ودايما يعني فيه حقيقة فيه بنوك تتعامل بالمعاملات الإسلامية لكن غير معترف بها رسميا يعني ما فيه أي قانون لماذا احنا تجيرنا في المغرب مثلا منذ سنتين ما كانش عندهم تجربة تعنا احنا البارا كان من 91 هو موجود في الجزائر لكن في المغرب ما كان عندهم أي بنك تجربة حديثة يعني عندهم قوانين البنك المركزي عمل تعليمات يعني تنظيم نظن أنه احنا يعني أجدر بينا أنه هنا حسب ما فهمت أنه المشكل أنه المشكل في إطار القانوني دائما أنتقل إليك أستاذ عبد الرحمن بن خلف لو تحدثنا عن القيمة المضافة التي تقدمها البنوك الإسلامية للاقتصاد من الناحية المالية للاقتصاد الوطني أولا تزيد فرقات المصرفية الملايير اللي هي خارج وتكلم عليه سيد محافظ وأنا لازلت أدرسها هكذا اللي هي متواجدة خارج القنوات المصرفية والتي هي بشبهة أن التعامل بالمصارف الخلاسيكية هو ربع لا نتكلم على هذا المكان لكن فيه ناس يفكروا أنه الفائدة هي الربع لن تفقوا معاهم في كل أحوال لكن هكذا هذا اليوم اللي تفتح هذه الشبابيك مدخراتهم ومعاملاتهم تزيد توسع قيمة المصرفية إذن قيمة مضافة في مصرفية الاقتصاد ثانيا قيمة مضافة حتى من ناحية الناس اللي فكروا أنه الفائدة هي الربع راحت البال أنه يجيوا لبنك يعتبروا ولكن بالتوازي مع هذا لا بد أن القيمة المضافة هذه أنه الناس مظنوش أن الصيرف الإسلامية هي وقرطة الحسن لها كلفة هنا فائدة وهنا هامش فيها مخاطر فيها دراسة المعاملة التجارية لأنه أنا داخل من 13 ولاية بمحاضراتي الناس يظنوا أنه يطرحوا لي الأسئلة يظنوا أنه الفائدة هنا وهنا تمويل بصفر بدون فائدة وبالتالي لابد أن الناس كذلك نتعامل مع الصيرف الإسلامية وكأنها رافض من البزنس المصرفي له كلفاتها لها شروطها لها ضماناتها والفرق بينهما أنه كل شيء في الكونفنسيونال هو باسم الزبون وكل شيء في المصرف هو باسم المصرف نعم وصلت كثير من الناس في لهذا ثقافة لكن الثقافة هذه لابد أنها تمتزج في لهذا أنا من دعاة يقولوا أن الساحة الجزائرية مثل الساحة وكان يتكلم عن المغرب وتونس أن الساحة فيها تكامل الصيرفة الإسلامية والصيرفة وليس التصارع بينهما طيب جميل هذه هي اللي توسع طيب أسد صوفيان هل أنتم مع الأسد بن خلفة في أن الصيرفة الإسلامية يمكن أن تقدم يعني تقدم عائدات كبيرة لإقتصاد الوطني صحيح طبعا قلت لك منذ قليل أنه كثير من أصحاب المؤسسات ولا مقدرواش يطوروا شركاتهم بسبب يعني ما مش راغبين يروحوا للبنوك يعني التقليدية الكلاسيكية كثير من الناس اللي عندهم مدخرات في المنازل يعني بالملايير نفس الشيء ما مش راحية أنا ما مش حابين يروحوا للبنوك لأنه هو سوق الموازية تنشط بشكل كذلك نعم إذن البنوك الإسلامية هنا لا تتعامل بالربا أخذ وعطاء يعني حتى في الودائع نتكلموا على تقسم أرباح لأنه البنك راح يستعمل هذوك الودائع ويمول بها نشاطات اقتصادية والأرباح راح يتقسمها مع المواطنين وبالتالي يعني فيه قيمة مدخلة فيه قيمة مدخلة طيب جميل طيب سؤال لكم أستاذ أبدأ معكم أستاذ بن خالفة في دقيقة أو في دقيقة ونصف ما هي الحلول الأساسية لتعميم منتجات الصيرفة الإسلامية في الجزائر ثلاثة أشياء بالنسبة لي نعم أولا هندسة المدونات لابد أننا نوسع فيها مثل ما نعمل على الدفع الإلكتروني مثل ما نعمل على الإيجار المالي هذه الأشياء تضاف الإضافات هذه لابد أننا نستثمر فيها داخل البنو ثانيا نعم ثانيا ترويج لها لا يمكن أننا نوسع رقعة ونحن ننظر إلى الوكالة ننظر إلى تبسها أنا داخل من تبسها ننظر إلى تلمسان ننظر إلى تندوف لابد أن لا تبقى الأشياء في الجزائر لابد أنها توسع ثالث شيء هو أن القوانين والأشياء التي تيسروا لصيرف الإسلامية لابد أننا نخرجها بسرعة طرف البنك المركزي من طرف وزارة المالية حتى نوسع هذه الرقعة ورابعا وأخيرا هو أن نعمل على أساس توسيع الرقعة وليس على أساس تصادم جيلين وأسلوبين من الصرفة نحن إن شاء الله بعد سنة بعد سنتين بعد خلال ثلاث سنوات نكون هذه البوتقة للصيرف الإسلامية والصيرف الحديثة يتكاملان لأن الصيرف الحديثات هي المتأخرة نعم شكرا جزيلا معكم أستاذ صوفيان ما هي الحلول الأساسية لتعمل منتجات صيرفة الإسلامية باختصار يعني في ثلاث نقاط الإطار القانوني اتفقتم على ثلاث نقاط نعم الإطار القانوني يعني هذا شيء أساسي وحتى نتجح لما نتكلم عن القطار القانوني يعني القانون التجاري القانون الجبائي حتى القانون المدني كل هذه لازم ندخل فيها تعديلات تخص الصيرفة الإسلامية نعم اثنين التكوين نعم نحن ما نقدرش اليوم نتكلم عن صيرفة الإسلامية ناخذ ذانا بنك يعني ناخذ إطارات بنكية ناخذها من بنوك تقليدية ونحطها في البنوك الإسلامية ونقول يالله لازم نكون يعني لازم يكونوا معاهد مختصة لازم يكونوا دورات مختصة في التمويل الإسلامي لأنه شيء آخر وثالثا أكبر تحدي يعني البنوك الإسلامية وحتى البنوك بصفة أخرى الجزائرية هي تحسين نوعية الخدمات يعني ما نقدرش اليوم نتكلم فقط بإسم الإسلام أو بإسم المنتجات موافقة لحكام الشرية وأنا خدماتي يعني متدنية ورديئة لازم نطلع مساوى تقديم الخدمات حتى يعني نجلب أكبر عدد من نعم شكرا جزيلا لك على أمل تحسين الخدمات وتحقيق ربما البنوك الإسلامية وجود أكبر أو بصفتها في الاقتصاد الوطني شكرا جزيلا لكم أستاذ عبد الرحمن بن خالفة وزير سابق وخبير اقتصادي ومعنا أيضا شكرا لك أستاذ صفيا جبايلي ممثل عن بنك السلام أحد البنوك الإسلامية ناشطة في الجزائر شكرا لكم شكرا مشاهدين نشكلكم على طيبية المتابعة نلتقي في مواعيد لاحقة أطيب المنى وفي أمان الله اشتركوا في القناة